اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم معنا في قناة الابيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات والي حنتكلم فيها النهاردة عن اخطر توقعات سيدة الالهام ليلة عبداللطيف وتوقعاتها المتنوعة للدول العربية وفكرك الاول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم ولو انت جديد معنا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات كلها اول باول وحنبدأ معاكم باول توقعات ليلة عبداللطيف لدولة الاردن بتتوقع ليلة عبداللطيف ان في 2022 سنرى ملك الاردن يقوم بجولة تفقدية في بعض المناطق في الاردن بسبب تعرضها لهزة ارضية قوية وتلك الهزة ستترك خلفها بعض الضحايا والجرحة والاضرار وسنراه يزور الضحايا في المستشفى ويطمئن شخصيا على صحتهم وقالت كمان اننا حنرى الملك عبدالله سيفتح الباب الملكي لأول مرة ويأخذ شكاوى الناس ويتعاطف معاهم وكل شيء حيكون على العلن وقالت ان هنشوف الملك عبدالله بيزور الناس في المستشفيات بكثرة بسبب حدث ما او مشكلة كبيرة هتحصل على ارض الاردن وبتقول ان شاء الله خير ويعدي بسلام وان شاء الله طبعا ياريت ما يحصلش هذا التوقع شايفة كمان العاهل الاردني سيعمل على تحقيق بعض الانجازات الاصلاحية والشعبية من خلال خطة عمل تحمل قرارات كبيرة غير مسبوقة في الاردن وسنرى تغيير كبير بيحصل على الساحة الاردنية ويعطي نتائج اقتصادية وسياسية مذهلة وحنشوف زيادة في الرواتب وتغيير الاسعار للافضل وايضا هيكون في مراجعة للاسعار من الملك شخصيا هنروح بعد كده لاهم توقعات ليلى عبداللطيف بالنسبة للكويت بتتوقع ان بيتعرض امير الكويت لعارض صحي ومفاجئ وبتحضره من الاصابة بفيروس كورونا وان شاء الله يمر هذا العارض بسلام وبتقوله ارجو ان تنتبه على صحتك وتبتعد عن الاجهاد في الفترة القادمة اما عن متحور اوميكرون وتأثيره في الكويت فبتقول ليلى عبداللطيف انه بيشكل خطر على الكويت في بعض المناطق خلال عام 2022 وشايفها الكويت تغلق الحدود والاجواء من جديد وتتخذ اجراءات وقائية غير مسبوقة لفترة معينة ومش هتكون فترة كبيرة زي الفترة اللي فاتت بسبب الامطار الغزيرة وتساقط الثلوك في الكويت سنرى الاعمال شبه معطلة في بعض المدن الكويتية بسبب الاجواء الممترة الشديدة اما اهم توقعاتها بالنسبة لقطر فبتتوقع ان في تقارب دبلوماسي حيحصل بين قطر ومصر وبتقول اراه يبرز من جديد للواجهة في 2022 و2023 وايضا السنوات القادمة وقد نرى الرئيس السيسي يزور قطر وسنرى الشيخ تميم يزور القاهرة بشكل مفاجئ والمصالحة القطرية المصرية آتية لا محالة قطر ستلعب خلال 2022 و2023 اكبر ادوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية وخصوصا في سوريا ولبنان ولبيا هنروح بعد كده لاهم توقعات ليلى عبداللطيف للامارات بتتوقع انها تتخذ الامارات اجراءات مشددة وغير مسبوقة من الوقاية الشعبية وفي الادارات العامة ضد انتشار متحور اوميكرون مما سيجعل الامارات تتجنب بشكل كبير وواسع على ارض الامارات وستنجح في هذه الوقاية الكاملة ولا ارى خطر حقيقي من هذا الوباء ولا ارى اغلاق بالمرافق العامة بالامارات سنرى زيارات ووفود دبلوماسية متبدلة بين مصر والامارات من جراء حدث عربي بارز وسوف نرى من خلال هذه الزيارات تعاون مصري اماراتي مشترك بيصب في مصلحة خانة الاقتصاد والاستثمار بين البلدين لا استبعد ان نرى الرئيس اسيسي في قلب الامارات وتكون قطر في قلب الحدث والامارات في مواجهة هذا الحدث الايجابي الكبير عام 2022 هو عام الامارات بامتياز وارى في المرحلة المقبلة بين حكمة المكتوم والنهيان سوف تتربع الامارات على قمة العمران والسياحة وستذهب الى المزيد من الامن والامان وكل هذا سيتحقق بوعي شعب الامارات ورجال امنها وقيادتها الحكيمة مما سيجعل الامارات تنهض بقوة نحو مستقبل اقتصادي بارس اما توقعاتها بالنسبة لمجلس التعاون والتحالف الخليجي فبتتوقع انهم هيكونوا حاضرين بقوة على الساحة العالمية وده من جراء ازمة عالمية تتعلق بالنفط وبورسة الاسعار وسيخرج الحل للعالم من هذا التحالف وستمنح دولة الامارات الجنسية الاماراتية لعدة اشخاص بكثرة وهم من العرب والاجانب وايضا عدد من الشخصيات المرموقة كمان بتتوقع ان للأسف الشديد سيغيب الموت شخصية اماراتية فنية شهيرة بسبب عارض صحي حرج ايضا شايفة وسيلة نقل غير الطيران نراها تعمل بين دول الخليج في السنوات القادمة واللي قالت انه هيبدأ من المملكة العربية السعودية عن طريق ادخال قطارات حديثة ومتطورة جدا من الصين ستربط بين المدن والدول وحتكون سريعة جدا هتوفر وقت كبير وحتكون وسيلة ممتازة لربط دول الخليج ببعضها وقالت ان المشوار او المسافة اللي هتاخد ساعة ممكن عن طريق القطار تستغرق بس عشر دقائق وايضا من اخطر توقعاتها بالنسبة لمصر بتتوقع هزة ارضية سيشعر بها الداخل المصري سوف تضرب بعض المناطق وخصوصا المناطق المحتلة وستسبب حالة من الظعر والقلق حدث رياضي مميز كبير سنشاهده قريبا وسيكون فيه جمهورية مصر العربية هي الحدث وسنقول مع الجمهور مبروك لام الدنيا مصر كمان بتتوقع حدث مؤسف للغاية بتتعرض له طائرات والخطوط العربية الجوية والغريب اننا سنشهد في هذا الحادث معجزة بتشكل مفاجأة غير متوقعة وغير مسبوقة وبتقول الله قادر على كل شيء سفار الدولة العربية تشهد خطة امنية واعمال فوضى وشغب وعلى ابوابها قوات الامن في هذه الدولة تستعد وتتدخل وكمان هنشوف قتلى وجرحة على ابواب هذه السفارة كمان بتتوقع ليلة عبداللطيف من اخطر توقعاتها ان شخصية عربية بارزة بتتعرض للاعتداء اثناء زيارتها لاحدة الدول العربية وقد يتم الاعتداء على هذه الشخصية اما بالضرب او بالسلاح كمان شايفة ان رئيس دولة هنشوفه في المحكمة وحنشوفه تحت قوس العدالة وسيخضع للمحاكمة وقد نراه لاحقا خلف القطبان وداخل سجون هذه الدولة متابعين الاعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من اخطر توقعات ليلة عبداللطيف وتوقعاتها للدول العربية في عام 2022 بشكركم جدا على حسن مطابعاتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقرأكم وضمتم بكل الخير والحب والسعادة ترجمة نانسي قنقر